السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مباشرة من مدينة سخيرات وكما كتشوفوا في اليسر ديالي مشروع الرياحين وفي ليمن ديالي مشروع المنظر الجميل افتجاه مؤسسة الحموتي اليوم جبت لكم نقطة مضيئة نقطة ضوء بجنبات شارع الحسن ثاني الطريق الوطني رقم واحد بناي الله مبارك فيها مجموعة من اللقاعات الرياضية المتعددات التخصصات ففي هذا الفيديو سنكتشف مجموعة من الأمور الإيجابية والخبر السعيد للشباب بصفة عامة كبار وصغار قاعة رياضية متعددة التخصصات الافتتاح قريبا ان شاء الله بمدينة سخيرات بجنبات ميموزة والبساتين والريف والرياحين والمنظر الجميل والكرامة مجموعة من المعددات الرياضية الحديثة فكما كتشفوا معي فضل اللحظة نكتشف القاعة من داخل البناية صراحة أمور جميلة اللي ستعطينا مجموعة من تغييرات إن شاء الله أكيد مجموعة من الشباب كبحتوا لقاعات رياضية من أجل ممارسة رياضة ديالهم فاليوم كنقول لكم كل شيء قرب حتى لعندكم ومجموعة من المرافق الموازية واللي سنعلنوا لها إن شاء الله من خلال هذا الفيديو وكما كتشوفوا معنا وإحنا داخل القاعة هنا واحد اللي سباس اللي خاص 100% بالنساء الناس اللي كيبغيوا يديروا تمارين الرياضية ديالهم وكيبغوا كيبغيوا واحد القاعة خاصة بالنساء 100% فقاعة مشهزة بأحدث المعدات الرياضية 100% النساء بالفيستير ديالهم بالمسائل ديالهم كاملة تبارك الله خليكم معي باش تكتشفوا تبارك الله جميع المعدات الرياضية فهي رايكينة تبارك الله ما شاء الله وبالنسبة اللوكاليزاسيو ديالات القاعة الرياضية فجاش كتتواجد في مدين الصخيرات في القلب ديال المشاريع كنا ندروع على مشروع المنظر الجميل مشروع الرياحين مشروع ميموزة والبساتين اكيد بزاف الناس غيسونون علقات ميناء وتاريخ الافتتاح بالنسبة التاريخ الافتتاح كننأكد لكم مسألة وقت فقط ان شاء الله قريبا سنعلن عن تاريخ الافتتاح ان شاء الله وبالنسبة التمان فغديكون ان شاء الله واحد التمان اللي هو جد معقول واللي كيراعي ديالو كما كتشوفوا الفيستير جا في الجنابات ديال المكان ديال ممارسة الرياضة هذا فيستير خاص بالعيالات او بالقاعة المخصصة مئة بالمئة للنساء فكما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله دكشي لأعلى مستوى قاعة مميزة وغدي نستمر في الجولة ديالنا باش نوريكم جميع القاعات الرياضية والتنوع اللي عدنا فهذه البناية ما شاء الله فصراحة كين ميد دار وكين ميد قال فاللي غدي نأكد لكم ان شاء الله هو أنه الافتتاح بإذن الله بإذن الله في الأسابيع القليلة القادمة ان شاء الله فانت من نوم الله الخير والتسير يا ربي وان شاء الله غتكون الأمور بوحة تنظيم محكم قاعات مجهزة بكاميرات مراقبة كان أمور ليزوين بزاف كان مرافق واللي غادي نكتشفوها ان شاء الله حتى من خلال هذا الفيديو لكن غادي نكمل الجولة دياننا بشوفوا الأمور كيفاش ديرها لداخل تبارك الله كينما كتشفوا جميع المعدات الرياضية اللي غادي تبغيوا تلقاوها داخل القاعة فان شاء الله غادي تلقاوها واللي كنبغي نأكد عليه أكثر وأنه معدات رياضية أخرى ستلتحق ان شاء الله بمجموعة من النقاط هناك مفاجآت قادمة ان شاء الله فكينما كتشفو تبارك الله دكشي لأعلام السواء معدات حديثة اللهم مبارك فكن نقول لكم عن مقارب سيتم الإعلان عن التاريخ الرسمي لاستقبال جميع الرياضين هنا الارب ام كينما كتشفو اللهم مبارك عشاق الدراجة الهوائية فكينما كتشفو البكال هنالله مبارك اللي كيبغي تبارك الله يخدم فيها مزيان هذي قاعة اللي غا تكون تبارك الله بالكوتش ديالها بالمسائل ديالها كل ما كان عنده الكوتش دياله كل حاجة عند الأمور دياله تبارك الله مضبوطة فكن نخرج من قاعة وقاعة تنسيك في قاعة تبارك الله هنا فين غن نمشي وعاود غندخل القاعة خاصة بحمل الأتقال وتبارك الله كننظروا على الشركة اللي تبارك الله ما شاء الله شركة اللي غنية على التعريف اللي كتوجد هذا الماتريال هذا فكن نقول لكم مرحبا بكم وأكيد مجموعة من ناس سؤلوني إيمتال افتتاحة أيوب وكي أكدوا على التامان فكن نبغين أكد لكم مرة أخرى على التامان غيكون تامان إن شاء الله جد مناسب وغيكون في المتناول ديال الجميع إن شاء الله فكن نقول لكم مرة أخرى حافظوا على المعدات ديالكم وبصحة والراحة والله يصخر الأمور يا ربي وما زالوا إحنا مستمرين معكم فهذه الجولة الجميلة الجولة الرائعة داخل هذه القاعات الرياضية المتعددة التخصصات فكما كتشوفو هنا عشاق الكارديو فكن نقول لكم تبارك الله ما شاء الله ماتريال اللي أول مرة بمدينة صخيرات وبأحدث التجهيزات فكن نقول لكم مرحبا بكم وأكيد في الأسابيع القليلة القادمة ستسمعون إن شاء الله البشارة البشارة ديال التاريخ والتمن التمن ديال التسجيل والأمور اللي ستكون إن شاء الله فكن نقول لكم الله يصخر الأمور والجولة ديالنا ما زال مستمرة لأن المفاجأة مستمرة معنا في هذا الفيديو هذا كما قلت لكم عندنا مقهى وعندنا حمام بلدي للنساء والرجال أكيد ستريد أن تشاهدوا معي الفيديو كامل اليوم منزهقوا حتى شي دقيقة كما تشاهدوا هنا الفيستيار على أعلى مستوى الفيستيار اللي ستشاهدوا هنا في الاتجاه ديال النساء هو نفسه ديال الرجال لأن لدينا الفيستيار الخاص بالنساء 100% اللي حدا لقاعة مباشرة وكاين الفيستيار النسائي اللي جال تحت بوحده ونفسه كاين خاص بالرجال فأكتر من هذا كاينة مفاجأة كبيرة تباركالله معي الحمام هنا حتى على مستوى ذ poquito ما شاء الله مجموعة من الحمامات هنا والمفاجأة هي الصنا صنا حاضرة كذلك في ال vis tier للرجال والنساء الرجال في الاتجاه ديالهم والنساء في الاتجاه ديالهم والأمر الليrire كل مشاهدة الحالي إن فاو in عingo نفسه آمiedy تجاه ديال الرجال وكما تم 치 في ان جاهز ذاك الشي تبارك الله ما شاء الله وغادي نخرج معاكم من عمسي دي للمقهى المقهى تبارك الله اللي جات في نفس البناية في موقع استراتيجي والحمام كذلك حمام بلدي حمام خاص بالنساء وحمام خاص بالرجال وكما كتشوفوا تبارك الله ذاك الشي غزال بناية مميزة تبارك الله بجميع المستلزامة اللي غادي تحتاجوها فكما كتشوفوا هنا هنا تحطوا الحويجات ديالكم هنا غادي ندخل معاكم الداخل فالحمام كي تكون عدنا من ثلاثة من ثلاثة ديال البوابات فكين النقطة اللي كيكون فيها صحون كين النقطة اللي كيكون فيها المعتادل وكين النقطة اللي كتكون شوية بردة فكين نقول لكم مرحبا بيكون في الحمام ديالكم حمام بلدي اللي جا جنب الطريق الوطني رقم واحد شارع الحسن الثاني الدخلة اللي كتبطنا للمؤسسة الخصوصية الحموتي وكينما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله حمام رائع جدا وأكيد غنديروا في شي تحمحين ما تكون زوينة فكنقول لكم مرحبا بيكون وان شاء الله رأتمينا في الموتانا ولا الحمام ولا الإخوان الرياضيين والأخوات ولا كذلك بالنسبة المقهى المقهى اللي غادي نخرجوا لها وغاشكتشفوها معايا مقهى غزالة جات في موقع زوين وفي واحد الإطلالة جاميلة جدا خرجنا لبرة التجاه القدام كي يدينا في التجاه المؤسسة وفي الخلف ديالنا شارع الحسن الثاني ومشروع الرياحين وهنا القهيوة كيمما كتشوفوا تشوفوا من برة وغندخله مباشرة من الداخل كيمما كتشوفوا هنا يا تبارك الله غنطلع لكم مع الدريجات نشوفوا الفوق كيف شدير الأمور فهنا سيدات بارك الله غيكون ذاك شي مجهز بأحدث الفوتوهيات غيكون ذاك شي زوين والكراسي فكنقول لكم مرحبا بيكم بالنسبة للفتتاح ديال القاعة الرياضية فغيكون إن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة وكذلك بالنسبة للمقهى والحمامات حمام بلدي رجال ونساء كذلك فكنقول لكم مرحبا بيكم والله يصخر الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته